السلام عليكم اهلا بكم في الفيديو الجديد معكم تسبيح ودي قناتي قناة تعليم في نون هنميدة مختلفة الفيديو النهاردة هيكون فكرة سريعة كده ان شاء الله وبسيطة هتعجبكم جدا ومفيدة جدا 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 لازم تتابعوا الفيديو للاخر علشان آآ تعرفوها آآ ياريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي ما اشتركش في القناة نزل تحت عند سبسكرايب مكتوبة بالاحمر تحت الفيديو يامل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبها عشان يوصلوا كل جديد من فيديوهاتي وكمان تنسوش تدوسوا لايك علشان توصلوا فيديو الاكبر عدد ممكن وتساعدويني ان انا اتقبر القناة الفكرة دي جما مش فكرتي خالص هي فكرة اميرة راشد هي بنت مصرية ومشاء الله شغلها حلو جدا 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 ربنا يوفقها يا رب انا من زمان وانا بفكر ان انا عايز احط اسمي على المجة طب هحطه ازاي وبعدين فجأة الفكرة دي نامت انا تقريبا مش شغل بقية سبع سنين ولا حاجة لا نامت من زمان جدا صحي اتبقى لما هي اميرة كانت مشايرة صورة دي من فترة وعجبتني جدا الفكرة واكيد هي كانت مشايرها للافادة للكل وانا بعد ازناها حبيت اشارككم الفكرة دي انا هعملها في شغل وكمان حبيت ان انا اشارككم ان تقدروا تعملوها في شغلكم فكرة حلوة جدا وطبعا كل شكر الاميرة راشد وارب تكون من متابعين القناة وتقدر تشوف الفيديو ده ده خلاص الفكرة عبارها عن ايه ان احنا عايزين نحط اسمينة على الموجة طبعا ايه حد بيروح حطت مثلا كارت دي حط حاجة وانتو بتلفوو بتسيبو كارت اوكي بس ممكن حاجة دي كلها تقع انما فكرة ان احنا نحط اسمينة في المنطقة دي فكرة ان احنا نحط اسمينة كأنه ماركة سابتة وملزوقة ومحدش يقدر يعمل لنا في حاجة ودي حاجة بتعيش لأ الصراحة دي فكرة حلوة جدا خلاص ومهمة قوي لأ ايه حاجة يعملها طبعا انتو قبل ما ما تحطو لازم تجيبو الموجة وتنظفو من هنا خلاص هتشيلو السارب المركة بالحاجات دي كلها وبحبة مية كل الورق ده هيروح خلاص تمام انا الموجة ده مسلا عايزة اعملو اوكي انا هعملو الدرجة دي خلاص هحطها من هنا من تحت بلاش الدرجة دي انا هحط الدرجة دي شايفين قريبة منو او اي درجة تحبوها ممكن يبقى ابيض ممكن انا خلاص انا عن نفسي حبا الدرجة دي خلاص اوكي هبدأ اقص هبدأ اقطعها انا هقطعهم دوير ممكن تقطعهم دوير تقطعهم واردة تقطعهم قلب اللي انتو عاودينو اطعاط ده كتير اللي ما عندوش اطعاط ده غطى برفيوم ده كمان غطى برفيوم شايفين الجزئية ايه اهو خلاص انا هحطها واتك جامد قوي اهي خلاص هشيل ده بقى على جنب واجيب القطر بتاعي ايه انضف الاطراف بتاعته حلوة السمك طبعا احنا مش محتاجين نعملها ساميكة لو عندكم المكانة بتاعت الباستا انا عاملها تلاتة اربعة اوكي اللي هو الليفل عندي بيبقى مكتوب عليه تلاتة تلاتة واربعة يعني بيبقى المقاس في النص بينهم كان يعني في الاخر ان مش مطلوب ان انتو اتخنوا علشان طبعا برضو خسارة استلصال اللي انتو هتستخدموا بس لو فكرتوا ان اسمكم هيب ماركة وهتفضل طبعا تستهل جدا خلاص انا خلاص انا خلاصت اهو في طريقتين ان انتو تكتبوا بيها اسمكم في طبعا الاداي دي ودي المسطرة بتاعت الحروف ممكن ان شاء الله بمعمل لكم معامها فيديو مخصوص لوحدها اوكي هي دي ازا بانتو شايفين حروف كده بتيجي كبيرة انا بس عتنشايلها لانان بستخدمها اسمكم في الصراحة دي الحاجة اللي بنلقي فيها الحروف اوكي انا بس عتنشايلها اوكي نحن نقوم بس عتنشايلها اوكي حرف مثلا زي حرف الايه مندخله هنا كده بس لازم نكون قطعين اطرافه اوكي انا اطردتها اوكي اظنوا دي ازاين نظيفة مقطع مضبوط اوكي اظنوا دي ازاين نظيفة مقطع مضبوط دي هتطفل اهو كده تكونوا هنا الكلمه وبعد كده تقدروا تطبعوا بيها بلاش مش عاوزين تتعزو بدي ممكن حرف حرف وحرف ونطبع بيها اهي دين اها بسوا شايفين هاي بي شكله حلو كده بس انا عندي مشكلة ان انا اسمي كبير يعني انا اسمي تسبيح الابحر كبير قوي عشان انا اقعد اعمل الحروف دي كلاب انا اعمل دورية كبيرة وطبعا انا كل ما هصغر الدورية كل ما هيبقى اوفرلي في السلصال فبالتالي انا عملت طريقة تانية ان انا اعمل باداة الابرة وانا معدوش ابرة اعمل بالخلة خلة السنين ومنتهى سهولة هكتب اسمي وبردو انا حاستها جميلة ان هو هيبقى خطي انا هان ماد وشغلي كله هان ماد فيعني مش حاجة تقلل للشغل خلص ان انتو تبقى كتبين اسمكم بالبقديكم بس طبعا تحاولوا يبقى خطة حلو اللي فاضي بقى وعنده وقت ممكن يعد يفنن القطع دي بقى ينقطها بقى ويحط وردة ويحط قلب ده يعني براحتكم ربنا معاكم طبعا انا ما همديش وقت ان انا نعمل الموضوع ده زي ما انتو شايفين انا هنا عامل اهو شايفين انا عامل كذا واحدة انا تلوقتي زي ما انتو عفيني انا بجاهز للبازار بتاعي فانا قريدي عامل موضعات اشتغلتها فانا بقطع كور الدواير دي علشان اعملها اسمي ودخلها تستوي لما هتنجف هلزقها على الموجات اللي انا بخلصوها يعني زي ده كده هروح جايبها خلاص سين هي دخلت واستوت هزهل لكم تلوقتي دايرة بيضة فيها التسوية بتاع السلصال ازاي وبعدية هزهل لكم دايرة بيضة فيها اللزق بتاع السلصال ياريت تتفرجوا على الفيديوهات زي حلاص انا ساوتها هلزقها كده هلزقها بحيث ان باسمي باين حلاص طرح هلزقها بايه انا هلزقها بدولة ده الايبوكسي اللي انا بستخدمه كلها دي استخدم النوع اللي عنده النوع دوت الايبوكسي اللي استخدمه انا برا مصر عشان الناس تسألني موجوده بمصر انا معرفش بس ما زورنا شيء خلاص تمام هنزقها كده محدش يدخل المج كده من الاول طبعا هيبوز الشكل الا لو انتو دخلته مج كده يعني لو حطيتو من الاول الدايرة ودخلته كده اوكي برضو ماشي بس انا مش شايفة ان هي يعني مستهلة كده الا و بتعملي مجموعة فممكن تدخلي الاسمي كلها مع بعضه ممكن تدخلي مجات مع بعضه لو انت هو مج واحد ومش ما اقول هتفتح الفرن مرتين عليه لا خلاص فزي ما بقول كده انتو تقدروا تدخلوا تعملوا الاسم كله مع بعض الدواير كلها مع بعضه في فرن مرة ومرة المجات كلها مع بعض لو انتو بتعملوا مجموعة انما لو انتو بتعملوا مج واحد اكيد مش هتفتحوا الفرن مرتين خلاص بدلا ما بتحطي المج واقف حطيه على دهره كده وحطي الاسم بتاعكده وطبعا لما يطلع هنلزقوا هنلزقوا بالإبوكسي انا شايفها يا جماعة فكرة حلوة جدا جدا وبرضو المرة الثالثة انا بشكر اميرا على الفكرة الحلوة دي اميرا راشد انا بشكرها على الفكرة الحلوة دي ياريت كلكم تعملوها متضيعوش مجهودكم يعني انا انضيعت مجهود سبع سنين اما تفي بقية اوتارة كم مج فراح عليها كل دوت بس يلا مش مشكلة اللي جاي كتير ان شاء الله يارب تكون فكرة عجبتكم وزهلة وبسيطة وتقدروا تعملوها استنها رأيكم في الكومنتات تحت الفيديو ويارب تكون اميرا شافت الفيديو دوت وما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة يشتركوا في القناة ما من سبسكرايب ويفعل الجرس ويدوس لايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن سلام عليكم علشان الفيديو علشان الفيديو علشان الفيديو علشان الفيديو